ريحة رمضة على مزيك فهم وانا مؤسس في حركة الشعب وافتخر بذلك وان شاء الله نقدم برنامج لفايدة توينسا لفايدة تونس انه اليوم ننهض ببلادنا الى الامام معنى ما كنتش تعمل في السياسة في وصلها لا طبعا لا ما كنتش نعم في السياسة انا كان عندي واجب الحياد واجب الاستقلالية كنت حافظت عليها تعطيت مع كل ملفات من مختلف الانتماءات السياسية بحيادية واستقلالية وفقفت مسافة واحدة من كل اطياف السياسية وهذا يشهدوا به كل اطراف السياسية اللي انا كنت على تواصل معاهم في علاقة بملفاتها قلت لي وكانت ضيفتنا نهار الجامعة بتيها العبدالتيف اللي هي عضوة سابقة او عضوة بالهيئة على حقها الكرامة واستقالت من لجنة التحكيم والمصالحة اللي كانت هي النايبة بتاع سيادك خالد كريشي اللي انت رئيس للتحكيم والمصالحة المصالحة هذي في الهيئة اللي سمعوا فينا اللي مش في الهين بنا ياسر اللي هين برش حاجة تخل بستثناء هذي انه لجنة تحكيم المصالحة هذي تعرضت عليها اذيك القضايا متاع مثلا عماد رابلسي سليم شيبوب كده وللهيئة هذي تحاول تلقى منطقة وسط بين الدولة اللي هي متضرر والاشخاص هدومة وطالبهم بش يرجعوا مبلغ مالي الى الدولة ولا الدولة تطلب مبلغ مالي بش يرجع لها مقابل العفو عليهم وتسقط كل الاحكام في حقهم هذه لجنة تحكيم المصالحة صل بهايئة الحقيقة والكرامة قالت ابتهال هناك محابات في إبرام عقود مع المتعاملين الخارجين وقالت راهو هناك تضارب مصالح من خلال اشراف رئيس لجنة تحكيم المصالحة سياتك سيخالد كريشي على ملفات تخص أشخاص كان ينوبهم في السابق كمحامي معناها فما حتى قالت ورق عليهم الكشيم تحكيم خالد الكريشي كمحامي مكتب ممتعهم فريق ممتعك وشركك وزير أملاك الدولة السابق سيامبروك كرشيد وزميلك سابقا في حركة الشعب من دخلوش سياسة في الأمور المهنية فما شركة محامات انتم مشاركة فيها زوز مع وزير أملاك الدولة السابق مبروك كرشيد هذا كلام من تقول أنه من بين الملفات يتقدمت خمسة وعشرين ألف ملف لم يتم لتحكيم المصالحة لم يتم النظر إلا فيه ثلاث ألف ملف وللفين وخمسمائة ملف خرجتوا منهم معناها اللي هما تم تمريرهم المصادق عليهم وتعدّيوا للمصالحة زوز ملفات برك قال تقول هي من حسن الصدف أنه زوز ملفاتها ذوما أنت محامي بتاعه شكراً يا سبب برك أولاً حقيقة أنا في وضع ربما بين البينين وبين أني أنا كعضو هي تحقيقه كرامة وكالآن كمحامي وكرجل سياسة وكنشط حقوقي نجيب في الليتار هذا نأسف بالحق حقيقة إذا كان نتناول هذه الترهات وهذه الأقويل الخالية من كل حقيقة والبعيدة كل بعد على الواقع وردي الوحيد حسبنا الله ونعم الوكيل فيها وأنه هذا فعلاً أرثي لحالة أرثي لحالة لأنه من جرح الانتقال الديموقراطي من عدالة انتقالية تجد ناس في مؤسسات عمومية بمحظة صدفة لم تتصور أنها توجد في محظة صدفة لا تفهم قانون لا تقرأ قانون من وعظة في وزارة شؤون الدينية انتفعت بالعافة والتشريع العام وجدت نفسها في توزينات سياسية ما في المجلس الوطني الزوجة منتفعة بالعافة والتشريع العام زوجة منتفعة بالعافة والتشريع العام وهي كانت اشتغلت وفق ذلك الأساس أنا مش مش أرد على الترهات أنا مش أرد بالوثيق وبالمؤيدات أنا هاو قدامي الوثيق والمؤيدات وهي والعبرة كل العبرة بالتقرير الرسمي وبالتقرير الرسمي وبالمحاضر الرسمي تقرير الرسمي اللي ضمن دائرة المحاسبات فيما يتعلق بلجنة التحكيم والمصالحة نقطة وحيدة بعد أن كانت 365 نقطة في تقرير الشامل الهياء كان فيها حوالي 25 نقطة من تخص لجنة التحكيم والمصالحة أش تقول لدائرة المحاسبات ما يعيب على الهياء أنها تأخرت في البت في مطالب التجريع وذلك خلال فاستة 62 القلوعة الاتقالي النقطة الوحيدة اللي متعلقة بلجنة التحكيم والمصالحة في علاقة بمسألة التجريع قالت أنه سيد خادل الكريشي قدم تجريع في نفسه أنا نفسي تعففا لشبه لما تم اختيار صديقي وزميلي مبروك كرشيد وزيرنا الملكة الدولة نفسي في نوفمبر 2016 قدمت تجريع في نفسي وثم بعد ذكرت به عديد المرات ثم قدمت استقالتي وهذا اللي موجود في تقرير دائرة المحاسبات قدمت استقالتي في جنف 2017 وذكرت به في أبريل 2017 مجلس الهيئة بما له من صلاحيات تقريرية هو صاحب السلطة ارتقى وهذا عنده سلطة كاملة قال لا قال لي لا ما وفق ليش على التجريع قال لي ما تتوفر فيه ما توفرش فيك شروط التجريع فوفرش فيك شروط التجريع هذا قرار مجلس قرار مجلس سيادي واتخذ بأغلبية الأعضاء ثم بعد ذلك لما ذكرت أنا كذلك تشبثت بالاستقالة رفض مجلس الهيئة قبول استقالتي أنا تعاففا أنا تعاففا درقا لكل واحد ما حشتيش قلت أنا نتخلى اليوم مجلس الهيئة كلفني بما أنه الأصل بقايا كان على مكان لما استقالتي ترفضت والتجريع ترفض وصلت أداء مهامي تبقى القانون ما عنديش انظرت في ملفات اللي أنت تعتبر أنه مكش مستقل فيه الملفات هذه في أبريل 2018 بإصرار مني تقدمت بمطلب تجريع في المجلس الهيئة وافق أنه الملفات اللي كنت أنا نبت فيها قبل وجرح فيها لا أنظر فيها وهذا اجتم فضل هاو المحضر الجلسة المنعقد في أبريل 2018 قررت مجلس الهيئة قبول التجريع بخصوص حضور السيد خالد الكريشي ومتابعته ومدولة الملفات في ملفي عمر بن زيد وزيد بن عمر سعنا فهمي زود أشخاص أي زود أشخاص هذا هم أنا كنت النوبهم صحيح جرحت في روح ولا ودلي على ذلك عشبتني زيد بن عمر وعمر وزيد ودلي على ذلك يسي وعد القرارات التحكمية هاي كلها موجودة القرارات التحكمية التي أذرناها يثماني قرارات في موضوع فساد ماني لا يوجد فيها أي قرار ممضي فيه خالد بكريشي أي أما الملفات ولا يتم البت فيها أنا زود ملفات زود ملفات متاع كذوكم التي جرحت جرحت فيهم لما أنظر فيهم لا بقبول قرار المجلس قبلوا زود قبلوا زود الويلة نعم قبلوا زود مهمش الويلة عكس مهمش الويلة تقبلوا بعد في ديسمبر تم المصادقة عليها في ديسمبر في نفس وقت أنا لا شاركت ولا في تقديم مترحات ولا في المصادقة عليها زود قررت هذومها على خطرني أنا مش رح في روح مش ركش نفتتح تواصلت هي كي جرحت أنا في روحي تفضل يا سي أبو بكر هاو بالوثيق والمؤيدات أنا رو كلام فيسبوكي وكلام حديث نسوة في الحمام ما نسقطش فيه ما نبتش في ممساوية أنا أكبر منك تقالعب تيف تقول فيه نسوة في الحمام الكلام هذا الكلام اللي هذا موجود يا سي أبو بكر هاو تفضل عنا محاضرة الجالسات نوريهم لك اللي هي حاضرة فيهم بسفاتي ها نائب ترئيس اللجلة تعوضني أنا تعوضني تعوضني ويا خاتر أنا جرحت فيه روحي هاي تفضل ها أم القرار ها أنا وريدهم لك قرارات قالت ما في بلنيش قالت ما في بلنيش فضل ليه أبو رئيس ما نعرفش كيفاش تم اختيار الملفات علي جوكم 25 ملف 25 ألف ملف للتحكيم والمصالحة هاتوا فصلك علاش تعرف علاش خاتر لي أنه اللي هي مش عارف القانون جاهلة بالقانون التحكيم والمصالح ما يتم إلا بتوافق إرادتين بين الدولة وبين طالب التحكيم إحنا نبعثوا للدولة الدولة رفضت الدولة رفضت اللي وافقت فيهم الدولة ها صدرنا فيهم قرارة تحكيمية هم ثمانية لأنه ما مش عارفين تحكيم ومصالح لأنه ثم جاهل متقع حتى من تعوضها في الهاية بقانون عدال انتقالية التحكيم والمصالحة في التلهاية لا تنعقد إلا بتوافق إرادتين إرادة الدولة وإرادة طالب التحكيم كوافقة الدولة في ثمانية ملفات عملناه ثمانية قرارة تحكيمية هان جيبتهم لك اللي منيش ممضي فيها ما الحاجات اللي تقالوا أنه انتو ما قلتوا جربنا 750 مليار 750 مليون دينار مدخيل للدولة قالت هذي مغالطة الكبرى هذا يا زيدة هذا جاهل آخر بالقانون الهيئة صدرت أحكام ماهيش مسؤولة على التنفيذ لا لا انتم ما قلنا لا ليه كنا صدرنا أحكام قرارات تحكيمية موضوحها 745 مليار التنفيذ الآن قصتناها أحنا على أقصاد هذا الآن جاري التنفيذ فيهم اللي نفذ فيهم اللي مزال فيهم أقصاد حلت فيهم أقصاد ما زالت ماياخذ هو سيد هذا طلب التحكيم اكس يوم 8 ملفات يا سيخال يوم 8 ملفات 8 ملفات جابوا 750 مليون دينار لا 8 ملفات حسبتوا الأملاك المصادرة بمرسول المصادرة لحظة راح حسبتوا الأملاك المصادرة بمرسول المصادرة هذي رواذية طوانا نسمع فاها لأنهم هما مهمش فاهمين القانون عدالة الانتقالية ومش مطلعين أصلا أو هم يتطلعوا أو يتعاموا على الحقائق هذه عبارة على أحكام قضايا يخي المحكم يتصدر حكم مسؤولة بعد على التنفيذ هي التنفيذ أحرص الأطراف يمشوا وينفذ السيد اللي منتفع بقرار التحكيمي كما السيد ماياخذ حفظ في ملفاته الكل اللي في القضاء إلا مايخلص الأكل مبلغ اللي محكم به إضافة إلى ذلك إحنا توقعدين حالين نسلموا في القرارات الفردية جبر الضرر نحطوا فيها نقولولوا فلان فلاني تستحق ترفض ما طلب سنمشي بو بشوي لا مترفضش القرار صادروا تنفيذ بيصدد التنفيذ 11 مليار لا لا 307 مليار 307 مليار رأوا المشكلة رضي يقول لهم أنا مقبل اللي جيت على المنبر هذا عمالنا ندوية صعفية اتكلمنا ببطنا ببلغات لا لا ما عطينا ندوية صعفية في التقرير النهائي موجود في الندوية الصعفية موجود تقرير نهائي عمالنا ندوية صعفية لا موجود في الموقع أنا مش أقول لك حاجة أخرى قرارات فردية جبر الضرر قاعدين نسلموا في قرارات فردية تعطين تفولين فلاني ضحية يستحق 150 ألف دينار 150 ألف دينار أخذها هو هذا كالتنفيذ يمشي يهزو هو قابل التنفيذ يهزو ناس الحكومة صدوق الكرامة يمشي يتنفذ رم مايفرقوش قداش من شخص في نهاية الأمر مش تتم التعويذ له يعني ألاف حوالي الآن بيصدد حسن صحيح خرجت أنا ملايا مش عندي متابعة أما هم يعني حوالي أربعين ألف بتالي فالعملية تتم التعويذ حوالي أربعين ألف أربعين ألف حوالي أربعين ألف بميزانية تقديش ميزانية مزانية تحدثش ميزانية موثمة عشر مليون دينار اللي هي موجودة من خرف مزانية 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 ما تحدثش نهاية بالتالي فأنه عملية هذه يعني لاي سمحني في الإضافة إلى ذلك هنا كل أقاويل وش عاد سيدة هذه مفتقدة المتزاقية مجلس الهيئة في سبعتاش أكتوبر ألفين وسبعتاش قرر إدانتها بالإجماع بالإجماعة وش لو تقولها قالت أربع أعضاء أبتهاي لعب لتفتم تيهامها إدانتها موش إدانتها إدانتها من مجلس الهيئة بالإجماع موش رو خمسة ضد أربع بالإجماع من أجل المس من اعتبار الهيئة والمحمول عليها بمقتضاء القانون لسيس العديد الانتقالي هذي بعد ما سربت وثم شكاية الآن جزائية من وقتها لحظة على تيهام من سدرين قالت وقتها واتهمتها ومجلس الهيئة اتهمها جميع تيهام ستتسميه ودخل الهيئة بأنها سربت معطيات اليسين العياري موهاكة ولا هذي هذا قرار مجلس بالإجماعة موهادين السبب ولا موش إجماعة فلان تي موهادها سبب ولا تي موهادها سبب ولا تي موهادها سبب ولا طبعا وثم قضايا الجزائية الآن منشورة ضدها في المحكمة من أجل هذا الخرق القانوني وانتي مقتنع بالتهمة هذي سيخالد كريسيو أنا المجلس الهيئة ياخده قرار بعد أبحاث بعد أبحاث بعد أبحاث يعني مقتنع لأن عملية اللي تمت عملية الدستيسة اللي وقت فيما يتعلق بختمي أنا واللي تمتها على وضع ملف اللي بشنوب في ملف يمشي يقدم إعلام نيابة وفيه لونتا تمتاع والمعرف الجيباي مش يحط الكشي وراء ملف ودليل على ذلك دائرة المحاسبات اعتبرتها من قبيلة الترهات أسقطها الحكاية دي يخيب بيش تولي أقوى من دائرة المحاسبات هي تطعن تطعن في تقيير رسمي دائرة المحاسبات تمس من مؤسسة عمومية عندها عند القدوسية متاعها دائرة المحاسبات دائرة المحاسبات أسقطت كل هذه الترهات قتل لا صحيح يعيبوا على هيا في موضوع التجريح اللي هي واخرة شوية واخرة شوية ما بتدش في المطلب التجريح المقدم من سيد خد كان عليها تبط فيه سيد خد يقدم تعاففا طلب التجريح المجلس ارتهى قانونه لا أبقشت بقعتك اخدم على روحك مثل هيا قرر أنا بقيت نخدم خدمتي الملفات اللي هو بتفيهم أنا قمت باكك بتالي فأنه أي إنسان تم إدانته وتم هذه مش محل شبه هذه إدانة بالمس من اعتبار الهاية بالمس من حقوق الضحايا تم تسريب تتعلق بمعلومات حقوق الضحايا وتم إدانتها من مجل وتسريب عقوبة عليها تتمثل في عقوبة عليها بإيقافة على العمل من 14 سبتمبر 2014 إلى 17 أكتوبر 2014 وحرمانا يتبعا من ناحية الشهرية وجميع الامتيازات المتعلقة بمدة إيقاف على العمل هذا قرار مثل هيا بالإجماع مش خمسة ضدربة كما قلوا إجماعة فلانة أو إجماعة علانة هذا قرار مجلس الأمر أصل برئيس الهيئة إلى تجسس على محتوى محادثات الهيئة على مسانجر كيف هذا غير صحيح قلت كذا بناء بناء على شوف رو تقول الكلام على عوائنه أو أي واحد يقول لي يجي أنا انتعاتي معه وثيق رسمية القرار بتاع الإيدانة هذا بني على الأبحاث اللي أجريت من بينها واستمع إليها المجلس وقالت نفس الكلام وتم الرد عليها بنفس الوثيق والمؤيدات والطرق الفنية والتي أثبتت جميعا عكس ما تدعيه وتم اتخاذ القرار بإجماع أعضاء مجلس الهيئة حصرارة لأن في المضع بالتالي فهنا عملية نجاوزوا لأنه والله بس حقش الرد والله أرثي لحالها أرثي لحالها وحسبنا الله ونعم الوكيل لأن كل شي بالمؤيدات ثم اخترتوا توقيت خالد كريشي لعرض القضية قتلت صالح بن يوسف على الدواء المتخصة وهل أنه الهيئة هي المتعهدة من تلقاء نفسها بهذا الملف وهل هناك جهة قدمت ملف للهيئة وإذا فم من هي هذه الجهة هل أنها المستهدف منها هو إدانة أو الاتهام الزعيم نحن ببورجيبة والخدمة بها انتخابويا شوف ملف الشهيد صالح بن يوسف وحيله على الدواء المختصة في ديسمبر 2018 يعني قبل الهيئة ما نكمله وقبل ما تأكد حكاية الانتخابات والتجاربات السياسية والموجودة والهيئة بعيدة كل بعض عن التجاربات السياسية أنا حتى كي خدمت وبتاريخي السياسي في الهيئة يشهد العالم ويشهد الجميع مدائس خلاليتي وحييدي في التعاطي مع الملفات هذا لا يمفع هذا يشوف هذا أنا صحية يعني انتمائي واعتزبي وأفتخر بي وأفتخر إنه موسيح حركة الشعب وثم من الأصدقاء أنا لما تم انتخاب وتعاطف فيوسفي في القضية هذه ثم وتعاطف فيوسفي في القضية لا مش تعاطف أنا تعاطيت مع الملفات في القضية هذه لا 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 تعاطيت معها بمنطق موضوعي ومنطق فني ملف صالح كما تعاطيت مع ملف الرئيس الأسبق لحبيب بورجيبة بأسلوب موضوعي وحيادي وحنم ملفه على الدوائر المختصة وبشو أنظر فيه كذا حية انتهاك يتمثل في الاحتجاز غير قانوني بعد 7 نوفابر 87 بشو أنظر فيه تعاطيت مع كل الملفات بنفس المنطق الملف قدمه حزب الطيار الشعبي ملف صالح بن يوسف قدمه حزب الطيار الشعبي لأنه صالح بن يوسف ملك توانسة الكل ملك توانسة الكل كما بورجيبة ملك توانسة الكل مهوش مختصر على جهة أو على حزب حتى وعتبرتم أنه له حتى بالمنطق هذا بلالة مو القانون رو قانون العدالة بيقول لمن له أسف معنى يزم يكون لازم يكون مين أسف بشو أي ساعة ويزم يكون من الورثة معنى أنا قدموه قدموه همش نعطيك لأنه قدموه لأنه ملك توانسة الكل كما حبيب بورجيبة ملك توانسة الكل يعني ما تماش هذي الشخصيات الاعتبارية وزعاماتية غير ملك فا ما يقولوش رو صالح بن يوسف ملك القوميين أو ملك الإسلاميين أو ملك الدساترة يما هو السفة هو ملك السفة بعدها بمقتضاء قانون العدالة انتقالية أمكانه وأمكانية التعاهد التلقائي قدموه سحيح حزب الطير الشعبي مشكور وهذا هو دوره واجب ثم بعد ذلك تعاهدنا به تلقائي تلقائي حسب القانون العدالة يقالي باهي كما تعاهدنا بالملفات الأخرى بالملفات الأخرى مثلا بالملف لحبيب بورجيبة رئيس الأسبق تعاهدنا به لأننا احنا من ميزوش بين التواسة عنا كيف كيف ها وعنا الجدول لحالات هذي الجدول الجلسات اللي بيش تنظر فيه الدوائر المختصة شوف نعطيك بعض الأسماء تلقى فيهم القومي والإسلامي والدستوري واليساري عن النبيل بركاتي عن بشير الصيد عن صادق الهيشري عن مرحومة عطلة عن ستحنون الجهري عن الحبيب بورجيبة عن العداد اللي هما كذا حي احنا لأسف الشديد أنا كلهم بجاء ربي يعني الناس ما في كلام بالله يقرؤوا قانون العدالة الانتقالية وهما ينتظروا كي يهرسلوا في الدوائر القضايا المختصة والا بالتنبير الفيسبوكي أو بالبيانات الهرسلوا من بعض الحزاب طوالت بطل الدوائر القضايا المختصة وما تنظرش يا سيد مش مش تنظر بما الفي الحبيب بورجيبة كذا حية بورجيبة مش ملك بورجيبيين برك ملك توانسل كل وأنا من حقي كاب بورجيبي نقول أنا في وجهة نظر بلاية الدولة كريوس في عد مش كاب بورجيبي لا أنا كاب بورجيبي من وجهة بناء الدولة الحديثة الدولة المدنية اللي ساهم في بلاية بورجيبي أنا ملك توانسل كل مش حق لا أنا من زاوية بناء الدولة المدنية تالحديثة أنا معاه أنا معاه حدثني أنت بورجيبي لا 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 أنا حركة شعب قومي عروبي ناصيري أنا حركة شعب فهمتني ولايك ولاي لتونس ضمن فضاءها العربي المغاربي متمنوش عندما بالدولة متمنوش بالدولة بالقطر نمرو بالدولة نحن بناء الدولة الدول الدول الوطنية الحديثة من الخمسينات بناها القوميون يسير أبو بكر أي بشققها بناها بناها سواء في الشام في العراق وفي سوريا أو في مصر أو في النقطة المهمة أنه الهيئة تعهدت متلقاء نفسها بناء على طلب تقدمي حزب طيار الشعبي أي أما تعهدت وفق قانون عدالة انتقالية من تلقى نفسها بملف صالح بن يوسف وبعد أكدوا بعد أكدوا عايتوا لما حضروا بالجلسة نقطة ثانية بلازدنا كده بلازدنا كده نقطة ثانية يا جماعة خير يا اللي مختصين يا اللي تفهموا في سياسة في القناة متاشحالتوا على الدوار المختص روه ياودي رمزية فما رمزية فما رمزية محاكمة أنت محاكمة ختالة صالح بن يوسف شنو ياودي رمزية تبني أنت حزب سياسية حاكمة تم حزب سياسية حاكمة وتطمع بشتحكم بعد 2011 وتبني التصريحات على خطاء اتصالي لأحد محامي تورث صالح بن يوسف برا شوف الملف شوف قرار الإحالة نحلو في الموتها رحمه الله قد دوره قام بأخطاء على المستوى السياسي والديمقراطي وكان فهمتي كرسة ما حلوش ماذا ماشي حالة منحلوش الموتها رحمه الله نحلو نعرف هذا بالقانون نعرف بالسياسة بالواحد بتفهمها منحلوش هذيه ثم هذيه ثم هذيه ثم آآ الدوار المختصة اللي احنا ما ندخلوش فيها وليه قايمة بواجبها حالين اللي أحسن ما يرام ولن تتأثر لا بحاملة التشويه ولا بالاستهداف كما ما أثرشنا احنا الهياء حاملة التشويه وحملة الاستهداف بش تأثروا في الدوار المختصة رغم من خافوا كان من ربي سبحانه وتعالى والقضاة عليهم كان ضميرهم والقانون على التقليل هذا هو اللي موجود أما بقا يعني هو احنا التعاطي مع الملفات احنا تعطينا مع ملفات أنا لو جانا باي أعطيك أنا مثلاً واقعة تاريخية أنا عملنا جلسة علنية تخص اليوسفيين حبيت أنا نجيب واحد ببرقيبي تم اغتياله من طرف الفريق الأخر اليوسفيين اللي هو المرحوم حسين بوسيان كلمت بنته قلت للا احنا مما صابيناش من ملف تعرف لأن هذه هي المغالطة الكبرى هذه هيئة كانت خدمة التوانسة الكل ما خدمش تارف سياسي دون الاخ بي قطع أنا أضر يا سيد على أنتماءاتهم السياسية اليوم في الهيئة خدمة التوانسة الكل واحنا تونس واحد احنا بيشلموا تونس تونس واحدة ماهيش رأي فرق تقول لي أنت باللهي نقطة حيرة النسبة زادة في بعض لأنه تنهيئة فين الوقت تنهيئة لم تحقق المصالح الوطنية بجاه ربي يا سيسا يالي تبموا في السياسة يالي ترشحتوا اقبلوا واشنة ترشحوا رأوا الهيئة بالقانون ماهيش مهمتها تحقيق المصالح الوطنية المهمتها تحقيق المصالح الوطنية يتم عبر تنفيذ التوصيات والمقترحات المضمنة بالتقرير الختامي لهاي أحقق وتحقق المصالح الوطنية هذيك المصالح الجامعية المصالح الفردية اللي هي قرارة تحكيمية هذيك مسؤولة عليها الدولة اللي خمسة سنين وطمو عنصر توتر ما كنتوش عنصر ما كنتوش عنصر جميع ومصالحة بين التوانسة ياخي سمحني ياخي انتي انتي تخدم في مناخ كما اللي تعدى وتوصل يعني احنا مبركة تبقينا حيين الواحد ثلاثين ديس همر 2018 وجيت نحكي معكنا حقنا حيين لا الحقيقي الحقيقي اعي جيدا ما اقول حمدوله بكينا حيين وانا عمري ما لعبت دول الضحية وعمري ما لعبت دول الضحية لكن انا نقول حمدوله اعضاء الهية يعني بكينا حيين بالتعب علي لا بكينا حيين اذا كان وعد يعني بالعملية اللي تلي وقعت يعني انتي تخدم وسل القسف الخارجي وداخلي حقنا من الالغام يعني الناس مش فاهم حتى ما لبستش جبت العدالة معنى لو هذا تحكي فيه لو لا لا معنى نحكي معنى ومادي شو حقنا الالغام مادية لا لا نحكي مادي فيه مسائل لكن انا بشاركت بالله شوفه بالله نعود انكرر بجاه ربي يالي تتكلموا في العدالة الانتقالية خذ رئي تور رئيس حكومة اسبق ولا جاي هبت ديان مغير ما يقرأ قانون العدالة الانتقالية شكرا